انخفضت أسعار القمح العالمية في كثير من الدول وسط عوامل مناخية مساعدة وتحرك سفن من موانئ أوكرانيا هذا وأظهرت البيانات وجود محصول قوي بالإضافة إلى كمية قياسية من القمح المتاح للشحن من روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية في أول 22 يوما من شهر يونيو بنسبة 44% على أساس سنوي حيث تم شحنها فقط عبر السكك الحديدية وموانئ نهر الدانوب الأصغر القمح مادة أساسية في التغذية العالمية أولها الخبز الذي يشكل وحده 20% من السعرات الحرارية المستهلكة لمحا عما حول أهمية القمح ودول إنتاجه وتصديره فيما يلي أحد أهم المحاصيل في العالم لأنه يعطي الخبز اليومي ويقل بشرية من المجاعة القمح مادة لا تنافسها الحبوب الأخرى في تأمين المصدر الرئيسي للبروتين النباتي في غذاء الإنسان إما في الصيف أو الشتاء يزرع القمح لكن النوع الشتوي يحظى بنصيب الأسد في المحاصيل العالمية أما في المناطق الباردة فتتم زراعة القمح الصيفي وبالتالي تختلف أنواعه وفق المناخ والتربة يوجد عدد ضخم من الأنواع النباتية للقمح في الزراعة تنقسم إلى ثلاث مجموعات مجموعة قمح وحيد الحبة ومجموعة قمح سنائي الحبة وثالثها وهي الأهم القمح القاسي أو الصلب الذي يعرف بلونه الأصفر فيحتاج إلى درجات حرارة عالية ويزرع في منطقة البحر الأبيض المتوسط ونوع لي يستخدم في البسكويت والدقيق والبغات الفرنسي والخبز المصري على مستوى الإنتاج العالمي تعد الصين الأولى بحجم يبلغ 134 مليون طن سنويا ثم تليها الهند التي تعد الثامنة من حيث التصدير بإنتاج يبلغ 108 ملايين طن سنويا ثم روسيا ب85 مليون طن سنويا فالولايات المتحدة ب50 مليون طن ثم كندا بحجم 35 مليون طن بعدها أستراليا بحجم إنتاج يبلغ 33 مليون طن أما أوكرانيا التي تحل سادسة من حيث تصدير القمح فهي في المرتبة السابعة من حيث الإنتاج مع 25 مليون طن سنويا لكن ماذا عن وضع منظومة استيراد القمح العالمية؟ تعتبر مصر أكبر دولة مستوردة لهذه المادة بحجم واردات يتجاوز 12 مليون طن سنويا ثم تليها إندونيسيا بنحو 10 ملايين طن ثم الجزائر بحجم يبلغ 7 ملايين و700 ألف طن ثم بانجلادش بحجم 7 ملايين و200 ألف طن عمليات نقل القمح بين الدول المصدرة والمستوردة تتم جوا عبر الطائرات وبحرا بواسطة السفن وبرا بطريقتين إما في الشاحنات أو بالاستناد إلى القطارات العابرة للحدود